ويا مساء الخير وصفتنا اليوم دونات بالفرن هشاء وطرية واكيد صحية اكتر في البداية حضيف نصف مقدار الطحين بعدها اضيف السكر والخميرة والحليب الدافي حركهم مع بعض بعدها حضيف البيض والفانيلا حركهم واترك الخليط يرتاح حتى تتشكل عنا فقعات على الوجه حنضيف باقي مقدار الطحين والزبدة والملح حنعجنهم حتتشكل عنا عجينة طرية حنتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها حنحضر الحشو هي عبارة عن الجلي اضفنا له المي السخنة وتركناها حتى يبرد تماما حننزل العجين بعد ما تضاعف حجمها على كمية وفينة ملل الطحين ومهم جدا ما تكون رقيقة جدا بعد ما نفردها بامكانكم تقطعوها بقطاعة الدونات انا حبيت اقطعهم بالقطاعة الدائرية حنقطع حبات الدونات ونحطهم على صينية مبطنة بوراء الزبدة ونتركهم يرتاح وحتى يتضاعف حجمهم حندخلهم فرن محمى مسبقا وهيك بكون عنا شكلهم بعد ما تضاعف حجمهم بالفرن حنضهن الوجه بالزبدة والسكر ونحشيهم بحشوة الجلي المميزة وبهيك بتكون عنا الدونات الرائعة جاهزة وصفي رائعة بتمنى تجربوها وعالفكم بألف حافية شكرا